شوية. طيب. عشان معانا الدكتور مهند مجدي رئيس باست الالي في المرزي. طبعا. نجم الحفلة يا. طبعا. نجم الحفلة النهاردة. دكتور مهند يا صباح الفل يا مساء الفل. والف مليون مبروك يا حبيبي. يا دكتور. دكتور مهند سماني. طيب معلش نرجع لدكتور مهند تاني. فارس مش عايز المكلمة. انا سكتها عالفاضي. انا سكتها عالفاضي. بس انا الحقيقة. نعرفش. انا وجهة نظر انا الشخصية. انا وجهة نظر. انه فكرة انه حتى في الهندبول ما بحبهاش حتى في يعني انا ما بحسهاش. يعني ممكن الكلام ده انا مع الناس تزعل مني فيه. اه وحتى داخل النادي نفسه يعني لكنه ما معرفش انا يعني ما تجيش مسلا تقول لي قدم حلقتين في القناة الاهلي ويمشي. لا انا عايز احس بالانتماء يعني. انا عارف ان احناك في وقتها من الزواج. اه 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 فهم يعني معرفش. ممكن تكون حاجة فكرة جيدة وممكن لعيبة تيجي تصنع الفارق يعني. بس احساسي كده. وكمان يا اسامة. طب ما اللعب اللي موجود طالع عينه ده طول الوقت هتجيب له واحد على البطولة دي وبعدين يمشي. بقين ترجع تلعبه في المسابقات اللي بعد كده ما هتعمل معه ازاي. مش عارف احساسي يعني. بص اوه هي مرتبط. طبع معنا دكتور مهندة. يا دكتور مهند. يا كابتن شبير انت يا حضرتك. صباح الفل. مساء الفل. و الف مبروكم سال نصر يا دكتور مهند. الله بارك يا يا كابتن شبير. الحمد لله كرم كبير من ربنا الحمد لله اول فوز في تاريخ الند لاني والاندي الافريقية. في تاريخ مشاركتنا الحمد لله في الضوطة العالم. الحمد لله. اللا يالله هالله هالله بص انا بينه بينك ايه? انا عن مالة حسبة وعارف الفولي في البرازيل مستواهم عالي وبعدين شفتوا شطراني واحد صفر وقلت يا فرج الله وبعدين اتعادلنا واحد واحد قلت ربنا يسطر وبعدين الاثنين واحد وبعدين نقطة بنقطة لحد سبعة عشرين خمسة عشرين احكيلي شو يا دكتور احنا ما كناش سيفين انت انت اللي تحكي لنا انت عنينا دلوقتي يا دكتور وباريك لي الفرقة كلها الحقيقة والله طبعا الصفر كان مرهج جدا انا وصلت الفجر في رحلة اخرت اكتر من ثلاثين ساعة عشان نوصل هنا طبعا صلة كانت في معسكر قبلها باسبوع كانت موجودة هنا الرسالة كانت واضحة اللي انا عادي فيها النهاردة مع الفريق والجهاد الفني بعد المحاضرة الفنية رسالة واضحة من كابت المحمود الخطيب وانا قلتها للعيبة ان انا موجود هنا وثقة مننا فيهم لان انا ممثل المجلس الردارة ثقة مننا ان احنا نقدر نعمل حاجة رسالة تانية كانت استمتعوا بالملعب واستمتعوا بالحدث وطلع كل حاجة عندك وما تشيلش اهم النتيجة اعمل عليكم بس رسالة تالتة كانت الدافع الاهم الناس برضو ممكن تكون ناس مش عارفها انه الانتحاد الدولي كان مانع الاندية الافريقية من انها تشارك في طولة العالم من 2015 نتيجة انه ظهور المستوى الاندية الافريقية بمستوى مش افضل حاجة من وجهة نظره انا قلت لهم ده دافع ده اكتر دافع ممكن يحفظكم ان انتوا تثبتوا للناس ان احنا النادي الاهلي ممثل الكرة الطائرة في النادي الاهلي وكرة الطائرة المطرية والكرة الافريقية جادرين بان احنا موجودين هنا من 2015 في حد السنة دي احنا كسبنا بطولة افريقية ست مرة ما شاركناش ما شاركناش في البطولة اللي بين توجيهات الاتحاد الدولي فالنهاردة احنا الحمد لله كان مكسب كبير جدا الله يبارك ليكي حليم والله يشان ليك ببروك ليكو الله يبارك كان اثبات دروس كتير متعلمة ان مفيش مستحيل وان الملعب بيدي لللي بيتعب وبيدي لللي بيحترم الملعب ملناش اراقب التاريخ ولا بالأسامل الكبيرة لكن اللي بيتعب وبيدي الملعب فهو اللي ربنا بكرمه والحمد لله الرسالة وصلت للعيبة وكانت ضينا على اداءهم في الملعب الحمد لله وربنا يكرمنا في اللجائي لسه عندنا ماتش صعب جدا ايطاليا وماتش صعب جدا ايران زي ما الناس كد زي ما خالك كنت بدول فعلا بحسابات الناس ان ممكن الامور تبقى صعبة لكن الحمد لله في الاهل مفيش مستحيل الحمد لله دكتور يعني اديني كده وصف لي مشاعرك في الكرة الاخيرة سبع عشرين خمس وعشرين نتوقف عشان الفار نتأكد انها برا بعدين يشوف تاتش بلوك ولا لا اللحظات الصعبة دي يحكيني شوية يا دكتور اه انا كنت طبعا الاول ما حصل الشلن طبعا يعني ليت جدا لكن لما بصيت في وشوش اللعيبة قبل ما يتعرض الفيديو بتاع الشلنج وده هم وثقين في النقطة وثقين في الشروط في النقطة الينا وان احنا اخذنا الماتش اه ارتحت والحمد لله مع علاية النتيجة كانت شعور جميل جدا جدا الحمد لله يعني ربنا نكمله على خير ياه الفوز في البرازيل على فريق برازيلي وعودة الكرة لطائرة الافريقية الى العالمية على يد النادي الاهلي بيمثل ايه يا دكتور مهند لا لا ناعدة كبيرة جدا محرك ما تشوفش النهاردة دلوقتي ناعد رئيس النادي شكرنا وسلم عليا وشكرنا واحنا بنادرع النادي الاهلي وده اللي احنا كنا بنقوله انه جاهز جاهز دروه كتير يا دكتور مهند جاهز دروه كتير واهدي دروه كتير مش مشكلة بس نكسب ان شاء الله نعم طبعا 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 اه بتفرق جدا وفي نفس الوقت اه الجا بتبينك وبين المنافسين بقى بعد كده لما بترجع تاخد ثقة وخبرات بينك وبين المنافسين في افريقيا او في المصف بتكبر لان انت اخد خبرات عندنا العيبة النهاردة اول مشاركة دولية لها كان النهاردة فماتش النهاردة فده ده ده انت بتبني اجيال بتبني اجيال اه اه خبرات مع الشباب والحمدلله اكتر حاجة كنا مواصلين عليها ان احنا نبقى هاديين ونبقى مركزين لانه في الماتشات الكبيرة الامور الفنية والامور الفنية والتكتكية مش هاي اللي بتحسن الماتشات اللي بيحسن الماتشات اللي اهدى في الملعب واللي عصاب وهادية واللي قادر كل ما تبقى هادي كل ما تقدر بتعرف ترجع في الجامعة لكن هادت في شوت احنا كنا ده 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 انت خمسة صفه ده اننا نعوض ونكسف الحمدلله فالحاجة التانية الاخيرة اعيز اولان كانت الخطيب اول ما خيري في الماتش لقيته اتصل بيه اخلمني وبشكر العيمة ووصلهم رسالة كان هو قاعد فخور بيهم هو بتابع المبراط في القطر فده الحاجات المعنوية ده بتبقى معناعيبة جدا انه 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 زي ما فريق الكورة برايح مشارك في كاس العالم في قطر عندنا فريق الطائرة برايح مشارك بكاس العالم في البرازيل عندنا طول الوقت طول الوقت تحديات نحاول ان احنا نعمل ديها احسن حاجة ممكنة عشان نفرح بمهورنا وعشان نقدر نعمل انجزات الحمد لله دكتور انا شايف البعثة لعبتنا يعني ما اضافناش حد صح ولا انا مش واخد بالي ايه ده اه اه زي ما احنا ما عندناش اضافات خالص هو جرسية بس لعيبة كوبي المحترف فيش حد تاني اه الحمد لله الحمد لله ولعيبة كلهم مجتهدين كلهم عايزين يزبط شبصهم كل واحد عايز يسبك مكانه وده عامل حالة جميلة جدا في الفريق الحمد لله ألف مبروك يا دكتور مهند ان شاء الله نتصل ونبارك لك مرة تانية وتالتة محمد فارس بيحييك واحمد اسامة بيحييك وكل الجمهور وكل فريق العمل والناس كلها سعيدة جدا لهذا الانتصار ويا رب يكتر افرحنا يا رب يا دكتور مهند شكرا جزينا ودعواتكم للمشتفة اللي جاية ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب حاجة